زي كل يوم نشط أخبار الدوريات العربية اللي بايت تهمنا كلنا ونبدأ بيه الدوري السعودي يلا بينا يا جماعة الدوري السعودي في أخبار كالعادة مهمة الهلال بيعلن التعاقد مع البرازيلي مالكوم قادما من زينة سان باترسبرج الروسي في صفقة بلغت كمتها 60 مليون يورو كان بايت كبير قوي الهلال بيقترب من التعاقد مع ماركو فيراتي ماركو فيراتي طبعا نجم الإطالي الكبير نجم بريس سان جرمان بعد الاتفاق مع نادي بريس سان جرمان وتقديم عرض لللاعب لمدة 3 مواسم وكمان وفد من الهلال السعودي هيسافر إلى بريس من أجل إقناع مبابيه بقبول العرض المقدم له اللي هيصل فيه راتبه إلى 700 مليون يورو لمدة موسم واحد ياخد 700 مليون يورو يا خبر بس خد بالك إن مبابيه حتى هذه اللحظة بحسب التقارير الأوروبية لسه رافض هندرسون نجم طبعا نادي ليبربول الإنجليزي ونجم منتخب إنجلترا بيكمل الانتقال إلى نادي الاتفاق السعودي وهيظهر في التدريبات الفريق رغم عدم الإعلان رسميا عن ضمه كمان المهاجم الكولومبي الشهير رادميل فالكاو تلقى عروضا من الدوري السعودي دون تحديد اسم الأندان مهتم به لكنه أبدأ مرون على قبول هذه الأوروبية كده خد بالك رادميل فالكاو ده بقى لعيب تعبان على الدوري السعودي خلص يعني رادميل فالكاو بقى له 4-5 سنين يعني الدولي المغربي الوداد بيعلن فسخ التعاقد مع السنائي سامي العنابي وعيح النضراني بالتراضي بعد حصولهما على جزء من مستحقتهم والتحاد طنجة يفتح باب المفاوضات مع رضا الجعدي للتعاقد معه بعد قرار بالرحيل عن الوداد الصيف الحالي كمان المغرب تطواني يعلن التعاقد مع محمد العلوي السليماني لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل والحارس المغربي ايوب لقرد يعلن رحيله عن الجيش الملكي خلال فترة انتقالات الصيف الحالية بعد 4 سنوات مع الفريق نروح للدوري الجزائري نادي شباب بالرسداد بيعلن التعاقد مع الجزائري زين الدين بوتمان قادما من الترجل التونسي لمدة موسمين قادمين وحالا وانا بقرأ معاكم الاخبار الحلوة دي وانا بقرأ اخبار حلوة دي مع حضراتكم ماركو فراتي راح خلاص نادي الهلال السعودي او يعني في الطريق يعني لنادي الهلال السعودي لامور تقريبا شبه حسمة فراتي ماركو فراتي واحد من اللعبين لعاب الوسط من افضل لعاب الوسط في العالم من نادي باريس سن جرمان طبعا ترجمة نانسي قنقر